السلام عليكم وزيقائي كيف حالكم بمتابعين في قناة فيتشار كوين بديو يجديد قناتنا قد امتابع اخبار لعملات رقمي بالفيديو ازيقائي ستكلم عن احتمالية او اخبار يطلعت عن احتمالية الوصول عملة XRP الى 23 دولار هذا الفيديو ازيقائي عبارة عن نقل اخبار ونقل تحليلات لمحللين ثانين نهاية الفيديو سأعطيكم تحليل الشخصي ورأيه الشخصي بالنسبة لهذا الموضوع امن برش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عمات رقمي ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام الرابط ستلاقيه موجود اسفل الفيديو امن برش الفيديو ازيقائي احب اشكر اشخاص اللي يتبرعوا للمضررين في زلزال سوريا وهي الصورة لتبرعاتكم وبحب اطمنكم ان تبرعاتكم مصلت للمكان الصحيح للمضررين في زلزال سوريا طبعا اذا انت بتتمرى ب10 دولار او 20 دولار من كون صفقة بتحقق من مربح على قناتنا فانت هيك عم تساعد باطقام عائلة مسكينة خرجت من تحت الانقاض وبانتظار مساعدتك ممكن هذا يكون اختبار من رب العالمين حتى يعرف قوة ايمانك وهل انت رح تساعد غيرك بالمصاري اللي عم تكسبها ولا لا نزل توصيلك بالجنيه عن جروب العام وطبعا للاسف المتبانعين كان قليل جدا جدا لكن هذا الشيء ما بخليها نيئس ونقدر نكمل بالمشور لحتى نعمل حملة تبرعية تانية حاليا احنا بالمرحلة التانية لحملة تبرعات بعد ما وصلت تبرعات الى المتضررين عملنا حملة تانية لنساعد المضررين في مدون تانية خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو نرجع لموضوعنا موضوع الاكس ار بي طبعا اصدقائي هذا الشخص اسمه كريبتو بول هذا الشخص محلل كبير في السوق اللي كريبتو بتتابعه كثير من القنوات والصفحات الاخبارية هذا الشخص داعم كبير لعملة الاكس ار بي اليوم نزل تغريدي وتكلم فيه عن ارتفاع عملة الاكس ار بي الى الثلاثة وعشرين دولار حسب التحليل الموجي للعملة وقال انه حاليا في شهر السادس في شهر جوني ممكن العملة تضرب سعر الثلاثة وعشرين دولار فاسة مئنين سنت رسم تريند صاعد صفلي ورسم تريند هابط علوي وبعده رسم تريند من القمة في عام الفين وعشرين الى العام الحالي او الى الاسبوع الحالي بعد اتشكل عنده تريند هابط علوي وقال في حالي كسبت هذا التريند نحن ترجع تلقائيا الى مناطق الثلاثة وعشرين دولار طبعا في تغريدي التاريح حسب موجات اليوت قال انه هدف عملة الاكس ار بي هو مئتين وخمسين دولار لكن اواشي لازل دكسور منطقة السباة وعشرين دولار كلام كبير عم يطلع من محلل كبير وبتعمه كثير من القنوات وكثير من الصحف الاخبارية وقال انه كمان قضية اتس ار بي مع اس اسي قريبة جدا من الانتهاء وكمان رح تصير عملة اكس ار بي عملة دفع عالمية اللي اخذت هذا الكلام هي صحيفة ام فيستينج العربية صحيفة كبيرة تترجع اللغة العربية والانجليزية طبعا صحيفة كبيرة في مجال الكريبتو طبعا درس بنك انجلينترا وشركة ريبنلاب سلوك العملتين مختلفتين عند الحاجة الى المزامنة بينهما من خلال نظامين مختلفين للتسفل الاجمالية وتم استخدام بروتوكول ريبن كونيكت وبرتوكول انتر ليجر لهذا الغرض واذا ظهر تعاون اعمق في المستقبل واذا تم حل القضايا العالقة بين لجنة الاوراق المالي والبورصات واذا بدأ البنك الاحتياط الفدرالي بتغيير الاتجاه في سياسة التنطية فمن المفترض ان يعطي هذا دفعة كبيرة ودورة صاعدة تالية لعملة XRP وسوق العملات المشفرة وطبعا كما اشار بنك انجلدرا انه يمكن بالفعل ابرام مشروع مشترك مع شركة ريبنلاب كمان بنك كبير عم يدعم عملة ريبنلاب لكن احنا حاليا عم نحتاج انتهاء من قضية السيسي لدامة اكثر من اربع سنوات بالنسبة لتحديد الشخصية العملة الزقائي لازم اولا نرتد وننزل الى الترند الصاعد نعمل ملامسة اخيرة بعدها سير عندي موجة صاعدة الى الموفيق ابرج 200 وعند الموفيق ابرج 200 من الترند الصاعد الى الموفيق ابرج 200 بعد ما اقصر موفيق ابرج 200 وهذا الشي يتطلب اسعابيه كبيرا نحنا عم نتكلم على فريم الاسبوع بعد ما نقصر فريم الواحد اسبوع وناغلق اعلى فريم الواحد اسبوع نشوف العملة في منطقة موفيق ابرج 100 عند منطقة موفيق ابرج 100 يعني نحنا عم نتكلم عن ارتفاع بنسبة 110 بالمية اللي هي عند منطقة 0.65 يعني 65 سنت في حال كسرنا الموفيق ابرج 100 واقفلنا اعلى الموفيق ابرج 100 طبعا صعود ما رح يكون مستمر بشكل متتالي يعني رح يصير عندي صعود كسر الموفيق ابرج 200 وصعود الى الموفيق ابرج 100 ممكن بعدها نشوف هبوط والملامسة الموفيق ابرج 200 وبعدها ارتداد لمنطقة الواحد دولار يعني في المنطقة الحالية المنطقة الواحد دولار ممكن تتضع بين ربح تقريبا 2 اكس ونص لكن بالنسبة لها ارتفاع عملة XRB الى منطقة الثلاثة وعشرين دولار فهذا الشي بشوفه شبه مستحيل لانه العملة خدد قطع كبير وما كتكاب كبير يعني تحتاج حرق من العملة حتى ترتفع العملة لهذا السعر اصدقائي من قتلنا الفيديو بتمنى الفيديو كلنا العجابك لا تنسى تشترك بقناة فايزر الجرس تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقبية مع السلامة ودومتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة